استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس بعثة مملكة البحرين المشاركة في أولمبياد توكيو 2020 وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية نائب رئيس بعثة مملكة البحرين المشاركة بأولمبياد توكيو 2020 سعادة السيد محمد حسن النصف وعداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى البطلة الأولمبية كالكيدان جيزاهجن وذلك بمناسبة فوز العداء كالكيدان بالميدالية الفضية في نهاي سباق جري لمسافة لمسابقة عشرة آلاف متر ضمن منافسات ألعاب القوى بالنسخة الثانية والثلاثين بدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وقد حضر الاستقبال سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس التنفيذي الهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الانتحاد البحريني لألعاب القوى سعادة السيد محمد عبل طيف بن جلال وقد نقل سموه تحياتي وتهاني حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة هذا الإنجاز المشرف الذي تحقق في هذا الملتقى الرياضي العالمي مضيفا سموه أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا على ما تشهده الرياضة البحرينية لا سيما رياضة ألعاب القوى من تطور وتقدم بفضل ما يليه جلالة الملك المفدى رعاه الله من رعاية ودعم بالرياضة وأبنائه الرياضيين واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الهزراء حفظه الله والذي ساهم في تحقيق هذه الرياضة العديد من الإنجازات لتتبوأ مكانة متقدمة على المستويين القاري والدولي وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن الجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في تنفيذ رؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للنهوض بالرياضة البحرينية والذي انعكس على تطور مستوى الألعاب الرياضية ورفع مستوى وكفاءة منتسبها لإحراز نتائج مميزة في مختلف المشاركات والمحافل الرياضية مؤكدا سموه استمرار الدعم لرياضة ألعاب القوى من أجل الاستعداد المبكر والأمثل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس 2024 مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي يبدلها الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سعادة السيد محمد عبلطيف بن جلال لمواصلة تطوير مستوى هذه الرياضة من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن إنجاز العداء كالكيدان في أولمبياد توكيو يأتي تجسيدا لرعاية ودعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالرياضة والرياضيين وما يحظى به القطاع الرياضي من دعم متواصل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومساندة ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية